أعزائنا طلبات وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإزاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة السانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف مرحلة صعبة مهمة بتكتزها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري ودايماً وأبداً تحية مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أعزائنا شباب مصر في القوافل التعليمية الإلكترونية المجانية تابعة لوزارة الشباب بالتعاون مع وزارة تربية والتعليم مع حضراتكم تامر صفط معلم المواد الفلسفية بوزارة تربية والتعليم ومقدم البرامج التعليمية بالتلفزيون والعديد من الجرائج أهلاً بكم أعتقد لو حرارككم شهتم الفيديو الأولاني كنا خدنا جزء الباب الأول علم الاجتماع خدنا جزء منه محتاجين محتاجين نكمل نكمل بقية الباب الأولاني هي حلقة ساعة خدنا نص ساعة في الفيديو الأولاني ناخد نص ساعة كمان في الفيديو الثاني لمن أهم النقاط المهمة والضررية في امتحان أخر السنة في علم الاجتماع ما تنساش قلنا لحضرتك بإذن الله تابع معانا في جميع الحلقات هنحاول نعدي أزمتنا على خير وبإذن الله مصر ربنا حافظها بنا وبشبابنا بإذن الله طيب نكمل بقية موضوعات والأسئلة الهمة في الباب الأولاني علم الاجتماع نقف عندي سؤال بيقول ليه يعد التنافس الاجتماعي سلاح ذو حدين برهن ثاني يعد التنافس الاجتماعي سلاح ذو حدين برهن هو بيقول لك التنافس الاجتماعي انت عارف التنافس نتبع حاجة اسمها لعملية الايه الاجتماعية تمام آه كان في عملية اسمها التعاون عملية اسمها التكيف وفي عملية اسمها تنافس طب ايه هو التنافس قلنا التنافس لما بيبقى عملية اجتماعية تهدف ان فيه فرد أو أكتر بيحاول كل واحد يوصل الهدف قبل الايه قبل الطرف الآخر طب التنافس ذا كان لك نوعين كلمة سلاح ذو حدين يعني قد يكون إيجابي أو سلبي ممكن يفيد أو يضر ابدأ بالمفيد الاول اللي هو الايجابي قال لك امتى التنفس يبقى اجابي عندما يكون مفيد عندما يحاول الفرد تحقيق اهداف تخدم الجماعة هدف واحد يخدم الجماعة كلنا مع بعض بنتنفس عشان هدف واحد افتكر فريق الكرة بيبقى فيه مثلا تلاتين لعيب المداري بيقول لهم اول السنة او اول الموسم تعالوا يا جماعة تنفسوا احسن واحدة لعبوا اساسي تلاقي اللعبة كلها بتتعب او في التمرينات وعايزة تبقى كويسة طب ما اقول لي ده بيصب في مصلحة الفريق بدل ما عندي حارس مرمى كويس بقى كزا حارس كويس بدل ما عندي مهاجم كويس بقى عندي اتنين تلاتة مهاجمين احسن من بعض ايه ده يا جماعة ودي الفرق اللي بتاخد بطولات اللي احتياطي زي الاساسي اللي احتياطي قوي زي الاساسي يبقى لما يكون عندنا هدف يخدم الجماعة كلنا مع بعض كلنا نوصل للي احنا عايزينه يبقى تنفس مفيد ايجابي وده بيجي امتى جماعة عينتك لما الانسان بيحاول يميل ويقارن نفسه بغير وليه غير احسن مني ليه ما اجيبوش ليه ده افضل مني ليه ما تعبش وبقى زيه ودي يا جماعة عايزة تطلع نحو الافضل والاحسن في حد نفسه بوحش اللي نفسه بوحش يقول لنا والله ما في حد نفسه بوحش قال نفسه بأحسن مدارس في مصر وانت النفسه يتبقى احسن طالف في مصر واستاذ محمد ولا استاذ احمد نفسه بأحسن مخرج في مصر ده الطبيعي ودي يا جماعة عم يقول اصيلة في اي انسان فينا في طبيعتك فيش واحد نفسه بوحش اذا نبدا اسمه تنافس ايجابي مفيد العكس تنافس مضر او سلم عندما يحاول الفرد يتجي التنافس نحو تحقيق اهداف فردية تتعارب مع الجماعة واخلاقيتها وقوانينها لا انا مش فرقة معايا فريقي المهم ما ننزل واجيب جون والناس تشكر فيها وتسقافلي مش فرقة معايا فريقي يكسب او يحصل لا ده اسمه تنافس مضر منبعا للعداوة والشقاق والتفرقة بيننا ماينفعش فيش الايام دي لا احنا في ازمة عايزين نحمي بلدنا كلنا فيش واحد يقول لي ما ليش جاوة انا مش هاقض في البيت انا عانز انزل اشتغل اقولك لا انا اسف ماينفعش تا كده بتبص على مصلحتك فقط بص على مصلحت البلد عايزين امرو تنتشر عايزين نحافز على اولادنا عايزين نحافز على اهلين الكبار اذا يا جماعة يبقى التنافس لو انت بتدور على هدف يخدم الناس اللي حواليك ده اسمه تنافس مفيد طب لو انت بتدور على مصلحتك مش فرق معاك اللي حواليك يبقى ده تنافس مضر يبقى التنافس كم نوع اتنين مفيد ومضر بس في حاجة ايو هتنسح لي دي مهمة ايو دي بقى يتولد التنافس عن التعاون تاني يتولد التنافس عن التعاون يتولد التنافس عن التعاون ازاي سيادتك يكشف مدان العمل لو انا وانت شغلين في مصنع والشركة مع بعض. مش انا وانت شغلين مع بعض في مصنع يبقى ده اسمه تعاون? بس انا عايز ابين ان الرئيس المصنع اللي انا احسن منك. بس بالحدود المعقولة والشريفة. مش اباوض شغلت. مش اباوض شغل عشان مصلحتي. لا 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 لا. انا عايز ابين اللي انا احسن محاسب في الشركة. اللي انا احسن مهندس في الشركة. لا. ده اسمه تنافس ايجابي. ويتولد عن التعاون. يعني بيجي بعد التعاون. يعني وانا وانت ابنا تعاون? يحصل بنا تنافس. فريق القورة ما الفريق كله عايز يكسب. بس كل اللي عب يا تنافس. شوفت انت محمد صلاح والستادي وما ايه? بيتعاونوا مع بعض مفروض. عشان يتنافسوا برضو مع بعض وكل واحد عايز يبقى هدف فريق. يا عام حق مشروع يا اخي. تزعلان ليه? التنافس يبقى اجابي. لما كل واحد يعايز يبقى كويس. وده هيفيد نفسه اللي حوله. طيب يكون التنافس بوظيفته امتى? عارف بقى التنافس يبقى صح امتى? لو بين طرفين متعدلتين في القوة. اتنين قد بعض. اضعاف زي بعض. متوسطين زي بعض. اخوية زي بعض. ده التنافس الصح. لكن ما تعملش التنافس مع واحد قوي مع واحد ضعيف. لا. كده غلط. يعني لو جبتي مثلا فريق قوي 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 بلاقي فريق الدرجة ثالثة ولا ربعة. فريق ضعيف قوي. يحصل بينهم تنافس تكافؤ? لا. تلاقي الفريق القوي? كسب الفريق ضعيف ده بسهولة. الفريق ضعيف ده انهزم. طب ما انت كده بتقضي على روح المعنوية بتاع الفريق ضعيف ده? وكده قضيت على واحد قد يكون نافع فيما بقى. كان ممكن ايه بيبقى كويس? ولا الفريق ده يبقى كويس? انت قضيت عليهم. لانه حطيته فم نفسه غير متكافأة. غير صحيحة. عايز التنافس يبقى صح? لازم يبقى طرفين مدعتلتين في القوة اتنين قد بقى. طيب. حتة مهمة. في درس اسمه الظاهرة الاجتماعية. وان الظاهرة الاجتماعية اي حاجة موجودة في المجتمع هنعرفها بعد شوية عند دور قيم. بس في نقطة مهمة تيجي في الامتحانات اه يا جماعة. خصائص الظاهرة الاجتماعية. خدها مني دي واسيبها على الله عز وجل. اتركه على الله. العبد الفير تعمل صفحة اللي قدامك ده. حضرتك اكتب جنبها. سؤال امتحان اخر السنة. خاصية من خصائص الظاهرة الاجتماعية بازن الله. ان شاء الله. انا خاصية تعالى نشوف بقى. يعني توفير ربنا لنا. في خاصية اسمها تلقية. الظاهرة اجتماعية يعني اي حاجة موجودة في المجتمع. يعني اي حاجة موجودة في المجتمع. الناس بتعملها وبتمارس. تظهر الظاهرة الاجتماعية بوحي من العقل الجمعي. قلنا العقل الجمعي يعني عقل الناس. اه العبارة دي صح. افتكر. الظاهرة الاجتماعية جات ازاي? تانشأ. كلما اجتمع الناس وترابطت مصالحهم واتحدت رغبتهم. يعني الظاهرة ما جاتش عشوائي. جاتوا احنا اعديل مع بعض. ما الظاهرة بتيجي بعد ايه? بعد التفاعل والعلاقات والعمليات. كلما اجتمع الناس وترابطت مصالحهم واتحدت رغبتهم. ليست من صنعي فرد. ليست من صنعي فرد. ليست من صنعي فرد. ولا مجموعة من الافراد. ولكنها من صنع المجتمع ككل كالمعتقدات الدنيا والاجتماعية. عشان كده يمارسها الافراد دون تردد. لانها من صنعي المجتمع. ما الترجم. حاضر. يعني يا ليه. بص يا زمان قوي. اول ما عملوا فكرة الافراح يوم الجواز. تعالنا نتخيلها كده. كان زمان قوي. رئيس قبيلة شيخ قبيلة. قبل المدن بقى ودي اولوا الكلام ده. شيخ قبيلة بيقولي شيخ قبيلة تاني. ايه رأيك? اجوز ابن البنتك. قال له ماشي ما عنديش مانع يا شيخ فلان. طب ايه رأيك بقى? كان لسه ما فيش افراح يوم الجواز اه? ايه رأيك يوم الجواز? ما هيصلم شوية. رجال يعودوا في حتة في خيمة والستات في خيمة تانية ويعودوا يهيصولهم شوية. يغنوا كده ولا نجيب حد يغني. كان لسه ما فيش افراح. عندنا هدف واحد. نفرح ولادنا يوم الجواز. رغبة واحدة. عملوا كده. في ناس ثانية وهي بتجاوز ولادهم قالوا. طب ما تيجي نقلد الناس اللي جاوزت ولادهم ونعمل لهم فرح يوم الجواز كده وانا هيصلهم. ونسلت قليدتهم ورهبعة وخمسة وانتقلت من قبيلة الاخرى. اصبح الظاهرة اجتماعية اسمها زارة الافراح او الجواز. يوم الجواز. فرح. باي وسيلة. سؤال. هي جات لما جات مقصودة تيبقى زارة? لا. جات بشكل تلقائي. كلما اجتمع الناس. وترابطت مصالحهم. والتحدة ترابطتهم. ليست من صنع فرد. مش فرد واحد. ولا مجموعة من الافراد. ولا اتنين تلاتة. ام الانتا نقول عليها زارة لما تنتشر. عندي ناس كتير. يعني لو انا والرجل ده شيخ قبيل عملنا فرح لولدنا. بس ما حاش عمل زينا. ما اسألش jamais زاهرة. على فكرة افتكري. امتى نقول زاهرة لما حاجة تنتشر. يعني لو واحد بس قاعد في البيت نقول عليها زارة بطلاء? لأ. نقول عليها عاطل. زارة بطلاء لما ناس كتير عارف في البيت. زارة اللى Dave الانحراف هل لما واحد بس يعمل حاجة وعشان نقول عليه انحراف? لأ نقول عليه منحرف. لكن امتى نقول عليها زارة لانما ناس كتير هتعمل غلط? ايه ده? يبقى الظاهرة بتتسمى امتى لما تنتشت? ليست من صنع فرق. عشان كده الافراد بيمارسوها دون تردد لانه عارفين ان دي بتاعة المجتمع كله مش بتاعة واحد معين. كلنا ماشيين عليها. اتنين. شيئية. ايه شيئية يا جماعة? خدي سؤال. شيئتي الزاهرة تعني انها نبيع من زواتنا. غلط. خارجة عن زواتنا. ازال الاجتماعية خارجة عن زيادتك. انت ملكش دعوة بيها. ازال الاجتماعية. خلي بالك من الكلمة دي. لا تولد. خلي بالك من حرف لا. يشيله لك يبوز الدنيا في السؤال. لا تولد بمولد الفرد ولا تفنأ بفناء. يعني الزاهرة الاجتماعية مش هلت تولد معاك ولا هتموت معاك. بالبلدي انا اسف يعني. بك من غيرك الظاهرة موجودة. اي الظاهرة اجتماعية يعني اي حاجة في المجتمع. انت موجود مش موجود مع الناس جحوة. يعني اللغة. الفرد مولود يتكلم لغة عربية. في مصر. طب انت لو موت بعد الشر عليك وربنا يحفظ الناس كلها. هل اللغة العربية هتموت معاك? لا. انت اتولدت اللغة كانت موجودة. ولو انت موت اللغة برضو لسه موجودة. يبقى ظلك تمعيه? لا تولد بمولدك ولا تفنأ بفنائك. دي اسمها الشقيقية. يعني ترجع للشيء والموضوع خارجة عن ذاتنا. خارجة عن زوتنا. يعني انا مليش تأسير كبير فيها. بيها من غير الظاهرة موجودة. حد عارف ليه? لو انت بتفهم? بتفهم? بتفهمي? اه. لان انا مترطبة عن النقطة الاولى. مش النقطة الاولى وقلنا ليست من صنع فرق? اي الظاهرة الاجتماعية مش واحد بس اللي اعملها? اصل لو واحد بس اللي اعملها هتيجي معاها ولو مات? هتموت معاها. لكن دي المجتمع كله بيعملها. فبيك من غيرك الظاهرة موجودة. يبديش. تعال انا اخد سؤال تاني. خاصية تانية من خصائص الظاهرة الاجتماعية العمومية والانتشار. قلنا الظاهرة الاجتماعية تتميز بانها شيئية. تلاتة تتميز بالعموم والانتشار. خد سؤال يصعب تكرار واحصاء الظاهرة الاجتماعية. العبارة غلط. ينفع نكررها واحصائها. اه ينفع انت هنا بتقول لي يصعب. يصعب يعني ما ينفعش اقوله العبارة غلط. يمكن. قال لك اي الظاهرة الاجتماعيات تتميز بالعمومية والانتشار عامة منتشرة. ما احنا قلنا امتى نقول عليها الزاهرة? لا ما تنتش تتميز بالعموم والانتشار. تظهر غالبا عند افراد المجتمع. يعني تقريبا عندنا كلنا. خد مثال نشرح عليه زي الاسرة هو. واشرح عليه. الاسرة يا جماعة تقريبا كل المجتمع عايش في اسر. باستثناء اطفال الشوارع بس. اذا نبقى دي عامة ومنتشرة. طب سؤال تظهر في الغالب في صورة واحدة اه زوج وزوجة واولاد في الغالب في صورة واحدة. ويتم تكرارها على فترات طويلة من الزمن. يعني انا لما بتجاوز وبخلف اولاد بعد كده ولاد يكبروا يكونوا اسرة جديدة يتجاوزوا ويكبروا ولادهم يكونوا اسرة تانية جديدة يتم تكرارها على فترات طويلة من الزمن. ويمكن دراستها وقياسها واحصائها ومقارنتها بغيرها. ممكن ادرس الاسرة في مصر. واشوف متماسكة ولا اقول الحمد لله متماسكة. ادرس احصائها عدد الاسر قد ايه? ادرس قياسها بتزيد ولا بتقل? معدلاتها عاملة ازاي? اعمل مقارنتها بغيرها اقارن بين الاسرة في مصر الاسرة في امريكا? يبقى انت كده بتعمل عملية ايه? دراسة الزرارة اجتماعية عن طريق عمومية وانتشار. يبقى الزرارة اجتماعية تتمايز بالعمية والانتشار. النقطة اللي بعدها خاصية اسمها نسبية. قال لك تتسم الزرارة اجتماعية بالسبات المطلق. غلط. مفيش حاجة سابتة مطلقة. نسبية متغيرة. خلي بالك الزرارة اجتماعية نسبية. فهي تغضع. خلي بالك من كلمة تغضع. تغضع. اوعي يقولك في الامتحان لا تغضع غلط. تغضع لاثر الزمن والمكان. يعني تختلف من زمن لاخر ومن مكان لاخر. ليس تثبتك هزوارة طبيعية. حد عارف البرق ورعد? الشحنات غير متجنسة في الصحب سليبة مع مجابة تعمل برق ورعد. طب اسألك سؤال. شحنات سليبة ومجابة فوق امريكا تعمل برق ورعد. شحنات سليبة ومجابة فوق ايطاليا تعمل برق ورعد. شحنات سليبة ومجابة فوق الصين. تعمل بروراعة. يبقى الزوار الطبيعية سببها ثابت. ما بيختلفش من زمان ولا مكان. اما الحياة الاجتماعية زي الاسرة. شكل الاسرة والزواج. يختلف من مجتمع الاخر. عندنا هنا في مصر. دين اسلامي ومسيحي. الاسلامي تعدد الازواج. الزوجات. طب والمسيحية وحدانية الزوج او الزوجة. طب في ديانات اخرى. تعدد الازواج. زي بعض القبائل في افريقيا. وفي زواج جامعي. ايه يا عمي ده ده? كل بقى عقابيلة وكل طريقة بقى كل مجتمع ليه? طريقة. في ناس بتسلم. بتسلم بالايد. في ناس بتسلم بالعلامة بالاشارة. في ناس بتسلم بالتحيل العسكرية. في ناس بتسلم بالقبعة. اذا نبقى دي متغيرة. في ناس تانية. عارف انت اللغة متغيرة من مجتمع الاخر عربي انجليزي فرنسا والماني. عدد الزواج والافراح والميتم. بتختلف من مجتمع الاخر. هنا لما واحد واحدة بتجاوزوا بنعمل لهم فرح. طب في بعض القبائل. بعض القبائل في الهمالايا وفي يجيبوا العروسة كده العريس. يوم الفرح يجيب العروسة من شعرها من بيت ابوها لبيته. عادات. والتانية العيلة بتاعتها رجالة يعملوا دايرة على العريس بتاعتها على العريس اللي بيتقدم لها. يضربوه يضربوه من لغاية لما يتقدم لها. يا جماعة مراسم الزواج عادات الجواز تختلف من مجتمع الاخر لانها مالها نسبية. ماشي. خاصية تانية من خصاص الزهال الاجتماعية التاريخية. الزهال الاجتماعية تعبر عن مادة تراص المجتمع. اه صح? الزهال الاجتماعية لما بتظهر بتعبر عن فترة معينة في حياة المجتمع. وما به من اوضاع وعدات والتقليل. يتنقلها الخلف اللي هو احنا. عن السلف عن السابقين. يعني في حاجات باخدها من لقابلينا. حضرتك شكل الملابس والمساكن. تعبر عن فترة زمنية معينة. شوف لبسنة دلوقتي عامل ازاي? شوف لبسنة من مئة سنة. شوف لبسنة من الف سنة تختلف من مجتمع لاخر. ومن زمن لاخر. من زمن لاخر. دي بقى دي كلمة تاريخية. شوف المساكن دلوقتي والعمار اللي احنا بدنينا عاملة ازاي? شوف عمار مبنية من مئة سنة كانت عاملة ازاي? وشوف حاجات مبنية من الف سنة زي الحسين والاظر عاملة ازاي? ازا يبقى شكل المباني يختلف من مجتمع الاخر. ده يدل انها تاريخية. يبقى الزهرة الاجتماعية يا جماعة. خدنا لها كم خاصية. تلقائية. شيئية. عمومية. نسبية. تاريخية. ترابط. الزوال الاجتماعية تترابط مع بعض. يقول لك ايه تعمل الزوال الاجتماعية منفصلة عن بعضها البعض. منفصلة غلط. متربطة مع بعضها البعض. يفسر بعضها البعض. لا يمكن دراستها منعزلة. ولا تعمل منفردة. ما فيه الزهرة الشغالة لوحدها. النظام الاقتصادي بتأثر بالسياسي. والسياسة بتأثر على الاسرة. والاسرة بتأثر على الشراء والمنتجات. يا جماعة المجتمع مترابط. شو فيه ازمة اسمها كورونا? اثرت على الناحية الاقتصادية. اثرت على الناحية السياسية. اثرت على الناحية الاجتماعية. موضات طبيعة يا جماعة. ما فيش حاجة في المجتمع منفصلة. عشان كده فيه المجتمعات بيني وبينكم فيها ميزا وعين. لو حاجة عليت بتعلي وراها تلات اربع حاجات اوتوماتيك. ولو حاجة وعدت بتوقع معها تلات اربع حاجات اوتوماتيك. عشان كده نحافظ على بلدنا شوية. نحافظ على اللي احنا فيه. نمشي ورا القضة بتاعتنا. نسمع كلام بلدنا. كلام الحكومة بتاعتنا. الزم بيتك. قلل من المرض. لان ليه تأثير على جميع الجوانب مش ناحية مرضية بس. لأ ليه تأثير اجتماعي وثقافي وسياسي. اخر خاصية ونخلص من الزهار الاجتماعية. جبر والزام. جبر والزام. تمثل الزهارة اجتماعية اداة ضبط اجتماع للمجتمع. اه اي زهارة اجتماعية انا ملزم امشي عليها. اي حاجة موجودة في المجتمع انت غصبا عنك لازم تمشي عليها. لانك لو خليفتها بتتعرض للعقاب او الجزاء. في قانون في بلدنا. لو انا ممشتش عليه اتعاقب. حتى العادات والتقليد. لو ممشتش عليه. هتتعاقب من الناس اللي هو بنقول عليه المعنوي. يعني انت في لغة عربية. مصر لغة عربية. تقعد تتكلم مع الناس بقى ياباني ولا صيني? عشان حريك متعلم لغة صينية? طبعا الناس هتتريق عليه. قال لي حاجة تقولك ده من تانيك علينا كده ليه? وما يعيش عيشت اهله. ده الطبيعي. يبقى انت ملزم طول ما انت في مجتمع تمشي على ظهار المجتمع اللي انت فيه. دي اسمها خصائص الظاهرة الاجتماعية. يجي الاساس يعني اللي تحت خالص. البداية. اللي تيجي منه كل علم الاجتماع. اساس الدراسة الظاهرة الاجتماعية. الظاهرة. اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ما الظاهرة دي هي الاساس. لانها مترطبة على كل اللي احنا فيها التفاعل والعلاقات والعمليات. اي مجتمع بيحصل بينهم تفاعل. التفاعل يجيب علاقات. انا سلمت عليك وسلمت علي. بعد ما سلمت عليك وسلمت علي بقى انا اصدقاء. الصداقة دي خليتنا نتعاون مع بعض. واحنا بنتعلم واعدين معناها الزهر بقى العادات والتقلد والقيم والاخلاق والاسرة. بقى الزاهرة. طب الزاهرة معناها ايها دورقايم. يا بتاع علم الاجتماع. علم الاجتماع الفرنسي. يعني ايه كلمة الزاهرة? كل ضرب من السلوك. يعني ايه كلمة ضرب? ضرب يعني نوع. اي نوع من السلوكيات احنا بنعمله. سابت حاجة بنعمله على طول. او غير سابت على فترات. سابت زي القانون اللي احنا مشينا عليه? غير سابت زي بعض العادات والتقليد في الموسم والاعياد. امتى بنشير حلاوة المولد? في مولد النبي مصي مولد النبي. ابنة بنجيب لحمة ونتبحها. عيد الاطحى في الغالب يعني. امتى بننضى في الشقة تنظيفة جامدة قاوي بقى ونخسل وستقروا سجاجين. قبل العيد قاوي. ازن يبقى دي حاجات بدلت عمل على فترات. بس كل حاجات دي انت ملزم تمشي عليها. يبقى دي اسمها الزائرات اجتماعية. كل ضرب بيني السلوك. سابت او غير سابت. يمكن ان يباشر نوعا من الالزام على الافراد. بيأثر عليك وبيلزمك. يعني بيخليك تنعمل حاجات معينة. ده كان تعريف الزائر عند مين? درقاية. طيب. اعرض عناصر بناء النظرية في علم الاجتماع. اي واحد عشان يعمل نظرية لازم شوية عناصر يعني اساسيات. بيني وبينك? بيني وبينك. افتكرة اكن واحد بيعمل رسالة مجلسير او دكتوراه. هيعمل نظرية في البحث بتاعه. لازم واحد يحدد شكل ايه? اساسي. حط لها شكل اساسي يعني زي عنوان. اتنين تصورات اسية. حط خطة لتصورات زي المقدمة. انا عايز اعمل ايه? والبحث ده هدفه ايه? تلاتة الاحكام من بديات وقضايا وفروض وبينهم علاقة منطقية. احط التعريفات وحط الافتراضات اللي انا هعمل عليها بحسي. اربعة. التعريفات الاجرائية اللي هاعرب بها المؤشرات بتاعتي والفروض بتاعتي والالفاظ. يعني ابدأ اعرف المصالحات اللي انا هستخدمها عشان اللي يقرأ كتابي والبحث بتاعي. يبقى عارف ان اقصد ايه بالكلمة دي? المنهج المستخدم لاختيار العلاقات بين الفروض. لازم استخدم منهج مناسب? وانت خدت في تانية سنة وبالتفصيل. منهج تجربة وشي بالتجربة وكلينك ايه ووصفه? شوف المنهج يعني الطريقة المناسبة لادراسي الظاهر? تحليل البيانات. اوصل. حللت بياناتك عبارة عن ايه? وصلت لايه? تفسير النتائج. جيب سببها. يعني انا قلت مسلا عشرين في المية مش شباب منحارف. جيب السبب ليه? اعلام ومش عارف كزا. جيب السبب بيبقى ده اسمه النتائج تفسير. في الاخر تقييم بناء النظرية في دوق تحليل البيانات وتفسير نتائج. عشان كده اي واحد بيعمل رسالة مجلسير والدكتوراه بتلاقي في حد قاعد بيناقش الرسالة. ثلاثة اربعة دكاترة كده قاعدين على المنصة اسمه السمينار بيناقشوا الرسالة بتاحته. ليه? بيقيموها حلوة وحشة امتياز مقبولة عيدها تاني. ازا يبقى تقيم نظريتك. افكر هلك بكلمات بنا وبن بعض من برا المنج اه? بنا وبن بعض. افتكر المسال ده برا المنج بس عشان افتكره الفاظ لان دي ما لهاش شرح في كتاب المدى سعنا وين بس? واحد شكل وحلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو المسال ده عشان اقرب الكلمات بس اه واحد شكله حلو تصور حكمنا عليه وعرفنا المنهج اللي هيحلله ويفسره ويقيمه دي اسمع عناصر بناء النظرية تعال معي بقى الهدف النهائي للعلم هو الطبيق فسر في دوق مدرسة اي علم ايا كان العلم الهدف النهائي ايه عايز اطبق العلم ده طب الحتة دي فين في كتاب المدرسة دي مش عنوان دي كلمة ما بين السطور في الوظيفة رقم ستة من وظائف النظرية في علم الاجتماعي والنظرية الاجتماعية اسمها ترشيد التطبيق ايه هو عتقولي ترشيد للسهلاك اه الناس دي فيلسانه على طول ترشيد بقى السهلاك لا اسمها ترشيد التطبيق ازاي نطبق ونستخدم اللي احنا تعلمناه في الططبيق العملي هدف اي علمه جماعناها هو الططبيق ازاي اتحكم واسيطر على الطبيعة ازاي اتحكم على الحياة اللي احنا فيها احنا بنتعلم عشان نعرف عشان نتحكم عشان نعمل اللي احنا عايزينه في الطبيعة يعني النظرية بيترشد التطبيق يعني بتخليك تستغل حياتك صح الناس اللي عملوا قوانين الجاذبية عارفوا قوانين الجاذبية عشان يعملوا طيارات تهرب من الجاذبية وصواريخ وعمار صناعية الناس اللي عمل قانون الطفو على الميا عارفوا يبنوا صفن عملاقة بالخمس وست وسبع ادوار بملايين او الاف الاطنان وتمشوا على الميا ما 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 تغرقش عارفه. احنا بندور على العلم عشان نطبقه. العلم والعلماء اهم حاجة. اذا نبقى هدف العلم هو التطبيق. دي كتوظيفة الستة من وظائف النظرية. فيه امثلة للنظريات في علم الاجتماع. اسمها النظرية البنائية الوظيفية ودي استخدمت بعدة معاني. فيه نظرية اسمها البنائية الوظيفية. دي من امثلة النظرات التي تعملت في علم اجتماعي. خلي بالي بقى. ابوس ايديك ركز معي. لو قال لك عرف النظرية في علم اجتماعي ارجع تعريف النظرية. النظرية بس ناصة اكمل معرفة تتسم بالتعميم دي حتة تانية. لكن عرف النظرية بنقيل الوظيفية اللي احنا نقولها دي. وش معنى دي? دي كم نقطة دي السيادتك? تلت تلات نقاط. والسؤال في اللي امتحان بكم درجة? تلات درجات. يعني كل نقطة درجة. ايوة كده. كده انت فهمت انا جاب السؤال ده ليه? مش اي سؤال بيتجاب. لازم تبع عرف انت بتعمل ايه? السؤال ده في تلات جزئيات. في نظرية اسمها البنقية الوظيفية. ليها كم معنى? تلاتة. معنى اول معنى تاني معنى تلاتة. وفي الامتحان هيطلب منك التلاتة. ان شاء الله. طب النقطة الاولى بيقول لك يعني ايه كلمة نظرية بنقية وظيفية? الاسهام اللازي يقدمه الجزء لكل. لو انت في البيت معي حط يدار على الكلمة دي الجزء لكل لان بعد شوية هنعكس. العكس. الجزء بيقصر عالكل. يعني انت واحد بتقصر على شرية اصحابك. فريق قورة في البلد يكسب بطولة يخلي الشعب يكله فرحان. يقصر عالكل. يبقى الجزء بيقصر عالكل. مين اللي قال الكلام ده كده? دورقايم براون مليون وفيسك. تاني دورقايم براون مليون وفيسك. ايه التلاتة دول قالوا المعنى ده? ان الجزء بيقصر عالكل. الجماعة بتقصر عالمجتمع. الفرض بيقصر عالجماعة. التعريف التاني. قال لك الاسهامة لازل تقدمه الجماعة الى اعضاءها. يعني الكبير للزوهير. العكس. هنا الجزء بيقصر عالكل. هنا بقى الكل بيقصر عالجزء. ازاي شلت اصحابك يقصروا عليك انت. ازاي مجتمع بتطلع لي واحد بطل اولمبي. ازاي وزارة الشباب اللي احنا فيها تساعد الشباب يبقى حاجة عالمية. لأ تعالى بقى قولي. يبقى الجزء بيتأثر بالكل. يبقى عندي تعرفين. لو الجزء بيقصر عالكل ده التعريف الاول. طب لو الكل اثر على الاقل والجزء ده التعريف التاني. التعريف التالت قاله لا. النظرية البنقية وظيفية هي دراسة الظواهر اللي احنا لسا يلينا من شوية. الظواهر الاجتماعية بوصفها انشطة او ابنية الانصاق الاجتماعية. يعني حاجات مبني من المجتمع. انصاق يعني نزم. هادرس الطبقة الاسرة المجتمع. دي الحاجات اللي احنا ندرسها. يبقى لما يجي لي السؤال ده اقول له التلاتة معيني. السؤال الاخير عندنا في الباب ده. ويبقى كده خلصنا الباب الاول علم اجتماع. حدد الافتراضات التي قامت عليها النظرية البنائية الوظيفية. لا ركز بقى. السؤال اللي فات تعريفات النظرية البنائية الوظيفية. اما السؤال ده الافتراضات مش احنا اتفقنا اي نظرية بيبقى فيه مجموعة من الافتراضات العالم بيبني عليها ابحاثه ويشوفها صح ولا غلط? الافتراضات اللي انزرية البنائية دي مشيت عليها. بص معاي الست افتراضات دول. وكم افتراض? ستة. والسؤال في الامتحان بكم درجة? تلاتة. يبقى كل واحدة بنص درجة. ما انا قلت لك بقى? احنا مش جايين هنا نهرج معاك. احنا جايين نساعدك على الامتحان. قل الستة بقى. واحد. تحليل المجتمع تاريخيا على انها انصك ذاته اجزاء متداخلة. المجتمع اجزاء بتكمل بعضها. حلله المجتمع على مرة التاريخ لقى المجتمع اجزاء بتكمل بعضها. نظام اقتصادي مع السياسة مع اسرة مع طربات. كل ده بيكمل بعض عشان يكون مجتمع. اتنين. الافتراض التاني. علاقة السبب والنتيجة متكررة. علاقة السبب والنتيجة متكررة. كلما السبب يجي نتيجة بتتكرر. كلما اصدقاء سوق يوقف معهم واحد كويس. قال اين حرة? كلما لا اصدقاء سوق واحد يوقف جنبهم كويس قال اين حرة? يبقى كلما السبب يجي النتيجة بتحصل. تلاتة. الانصاق الاجتماعية في حالة توازن ديناميكي. الانصاق يعني النظم المجتمع مشة مع بعض. حاجة زادت تلاقي تانية زادت معها. حاجة قالت تلاقي تانية قالت معها. في توازن في النصق. في تكامل. تحس ان النظم متوازنة. اربعة التكامل التام. التكامل التام يعني زي المسهلية يعني. التكامل التام يعني حاجة تبعي حلوة قوي. لا يمكن حدوثه لان كل نصق لها انحرافاته. مفيش حد مسال مية في المية. مهما ان كان هتلاقي عنده اخطاء. بس الاخطاء بتدرى داخل النصق. لو الغالبية كويس الاخطاء ما بتبانش قوي. فيش حد كامل. مفيش حد ما بيغلطش. بس الخطأ بيقلي مع الجميع. خمسة. التغير عملية توفقية بطيئة في الاساس. مفيش مجتمع في العالم بيتغير بسرعة. المجتمع بيتغير ببطء. سنة سنة. بس سمشي في الطريق الصحيح. الناس معاش عصر سحرية. مفيش واحد يمسك لكل بلد. بكرة نبقى دولة متقدمة. فيش واحد يمسك لكل بلد. لا. لازم نتعب شوي. فرنسا بعد صور فرنسية قعدت فاطرة عشان تبقى فرنسا. وقس على كده اي دولة في العالم. اخر حاجة. التغير اللي بيحصل في المجتمع. نتيجة التكافي يعني التأقلم مع التغيرات اللي بتحصل. من داخل النصق او من خارج النصق. يعني من جوه او من بره. من جوه زي التغير السياسي والفكري. ومن بره زي الاختراعات والابتكارات. يبقى المجتمع بتغير اما من جوه او من بره. يبقى دي اسمه الافتراضات الاساسية. لو قالك هل تطافك انها واقعية. اقوله اطافك انها واقعية. واشرح الست. كده الباب الاولاني علم الاجتماع في الحلقة دي والحلقة اللي فاتت لو خدت الفيديو هندون. وانا قلت لك ان شاء الله هنبعتهم لك مع وزادة الشباب. الباب الاولاني علم الاجتماع هو. ورقة واحدة. اللي احنا شرحنا في الحلقتين. اخدنا المهمة في الحلقتين. ودي الورقة الوحدة في ها الباب كامل. خمساشر درجة من التلاتين بتوع علم الاجتماع. يعني انت خدت نص اللي امتحان في الحلقة دي واللي فاتت في ساعة زمن. اشكركم. ان شاء الله يا جماعة تلتقوا معنا مع جميع الخبراء اللي هيبقوا على قناة اه وزارة الشباب. هدفنا خدمة بلدنا. حافظ على نفسك. اقعد في بيتك لغاية لما الازمة تعدي. نشكر حضراتكم لحسن المتابعة والاستماع. نشكر جميع القائمين على البرنامج. كان معاكم تامر صفة معلم المواد الفلسفية بوزارة التربية والتعليم. اشكركم ونلتقي بكم في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.